تسأل تقول هل الوشم الطبي حلال في حالة إخفاء عيف الجسم أم حرام أختي أم همامة من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة لمسألة الوشم الطبي محل خلاف عند أهل العلم والراجح من قولي أهل العلم جواز استعماله إذا كان ثم عيب خلقي أو طارئ مثلا على بدن الإنسان أن يستعمله هو الإنسان سواء كان رجل أو امرأة يستعملون الوشم الطبي في مكان العيب أو الخلل الذي حاصل في الجسم بشرط أن لا يتوسع الإنسان ما دام هناك عيب خلقي أو حادث معين بهذه الجزئية بهذا المكان يجوز استخدام الوشم الطبي بارك الله فيك ولا يتوسع الإنسان في هذه لأن أصل الوشم محرم أصل الوشم محرم النبي عليه الصلاة والسلام لا عن الوشمات والمستوشمات لكن ما دام أنه هناك عيب خلقي في مشكلة صحية بدنية استعمال الوشم هو كنوع من أنواع ما يسمى بعمليات التجميل الجائزة لأنه يوجد عيب فيجوز في هذه المنطقة بارك الله فيك